الشكل التوضيحي ده في عدد الكروموسومات او الصبغيات في الخلايا الجسدية لبعض الكائنات الحية طيب خلينا نبدأ معلش هنا كده بالكلب ده معلش شكله شرس شوية بس نبدأ من عنده الكلب بيحمل 78 كروموسوم يعني لو اسمناهم على اتنين هيبو كام 39 زوج يعني دول بيرز ازواك وده هنا عدد الكروموسومز ناخد بعدها الغوريلا او الغوريلا دي بيكون فيها فاكرين كنا ذكرنا الشمبانزي قبل كده طبعا الغوريلا زيه 48 من 46 طبعا البني ادم 46 او الانسان لكن الشمبانزي او الغوريلا 48 يبقى 48 كروموسوم يبقى وكان بير 24 بير خلاص كده عشان اوعد نكتب تاني بقى طبعا ايه دي الكيوت دي القط الهرة الكات طبعا الهرة او القطة 38 دي عدد الكروموسومز هنقسمهم بقى على اتنين 15 اربعة يبقى 19 بعدين الدجاجة او الهن 32 خلاص دي عدد الكروموسومات طبعا يبقى كام زوج 16 بعدين عندنا هنا الضفضعة بيبقى 26 كروموسوم طبعا نقسم يبقى 13 ده امثلة لبعض الحيوانات خلينا نروح لبعض النباتات بقى عندنا البطاطا او 48 كروموسوم طبعا لو قسمناهم يبقى 24 ايه بير طبعا ده تقريبا زي هنا ده طبعا حيوان راقي شوية لنبات وبرغم من كده في تشابه ما بين اعداد الكروموسومات طبعا انا كده ما بتعبرش عن حاجة بعينها لكن احنا هنقول الكلام ده كالكونكلوجين في الاخر طبعا التابغ اللي هو عندنا هنا نفس عدد سويت بوتيتو 48 و24 بير طبعا ده يعني لو كنتوا نقربوا كده نشوفوا شوية تماما ده ايه طبعا كلنا بيعني بنحتاجوا يوميا ده الامح هنا بيكون اتنين واربعين كروموسوم هنقسموا بقى 21 يبقى 21 ده البصل او الانيون بلانت ده بيكون 16 بقى قليل شوية ده كروموسوم 16 يبقوا كام يبقوا تمانية بيرس ماشي كده ده طبعا هناخده بعد كده كتير اما هندخل بقى في قانين مندل الوراثة وكده ده البي بلانت اللي هو البازلاء وميقوا عليها بالمصر كده البسلة ده بيبقى 14 ونصهم 7 عليش احنا فصلنا بقى دروسوفلا او ذبابة الفاكهة فروت فلاي ساعد على ايه بانجر فلاي انتم شايفين الشكل ده كده جماعة ده عبارة عن ايه او ممكن نقول دول واحد ده اثنين ده تلاتة ده اربعة ودول ايه ده بير وده بير والموقع دي بير طبعا بير صغير شوية وده بير يبقى دول كام اربعة بير في اتنين يبقى فيه تمانية بكوموسوموس طبعا هنا انا نقول دي في الاخر ده ايه وده ايه برضو نفس القصة هنا واحد اتنين تلاتة اربعة ما عليش يا جماعة احنا طبعا ما بنخضعش الكاريو طايب هنا كترتيب لانتم شايفين هي مش معمولة بالزبط لكن هدفنا هنا ان احنا بس نقول اعداد الكروموسومات في الخلايا الجسدية لبعض الكائنات الحية سواء كان الكائنات الحية دي حشرات او سواء كان كائنات الحية دي ثاديات او سواء كان بلانت حتى تمام فدي احنا بالنسبة لنا زي ما انتم شايفين هنا برضو نفس الموضوع اربعة في اتنين بكام بتمانية فيه بس حتة كده عايزين نقربها شايفين دي كده اه ده ايه هنا في الحشرة دي طبعا احنا عايزين نعرف كده ذكر او انزل دي شايفين الطول ده زي الطول ده يبقى ده غالبا اكس اكس صح كده يبقى احنا عندنا هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة زي الاكس اكس اللي هم تمانية اللي هم هم اربعة في اتنين ماشي يبقى دي صح كده هنرجع لنزل هنا تحت دي الاكس طبعا دي مش شكلها لازم تبقى قصيرة زي مثلا اليومان بالزبط لكن هي بيبقى ديها شكل مختلف اهو زي ما انتم شايفين تبقى زي كده بندت شوية تبقى دي الواي عبارة عن ايه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة زائد اكس واي اللي هم هم زي ما عملنا المرة اللي فاتت اللي هو اربعة بير في اتنين بتتدينا تمانية ستة بقى زائد اكس واي اللي هم تمانية او اربعة ده بقى الميل اخر حاجة عايزين نقولها هنا شايفين العلامة دي والعلامة دي العلامة اللي فوق دي اللي هي بتدل على الانثة او بتدل على الفيميل جاية منين بقى جاية من موضوع مرقات الزينة دي موجودة كانت عند الاغريق يعني حقبة الاغريقية والعلامة اللي تحت اللي فيها دويرة وزي فيها سهم كده دي دي علامة تدل على الذكر تدل على الذكر ليه بقى لان دي جاية من الدرع والرمح زي كده ده الدرع وده رمح طبعا في حاجة عايزين نقولها في الاخر ان عدد الكروموسومات في خلايا الكائن الحي ما بيعبرش عن درجة رقيه او حجمه في مثال كده معلش عايزة تاخده من سنة تالتة بسرعة احنا عندنا حيوان اسمه السلاماندر السلاماندر ده بيعتبر من الكائنات اللي فيه اكبر محتوى جيني لان خلايا بتحتوي على كمية دي ان ايه بتعادل تلاتين مرة قدر كمية دي ان ايه الموجودة في الخلايا البشرية طبعا ده يدل على ايه نتكلمنا على حتة اعداد الكروموسومات الدين ايه يعني طبعا ولايه علاقة بالكروموسومات بس مش هوها بالزبط مش عايزين يعني نفصل في الموضوع ده دلوقتي لانه مكانه ممكن يكون في تالتة لكن اللي احنا عايزين نأكده ان موضوع الحيوان درجة رقيه او حجمه او شكله كل ده ما بيدلش على اعداد الكروموسومات اللي موجودة في خلايا الكائن الحي وده ان شاء الله هنفصله بعد اشتركوا في القناة 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 شكرا